سبب الحب الشباب هو لغبطة في إفرازات الدهون وذي بيبقى عليها الهرمونات لها دور والمناعة لها دور وكذا دور والبكتيريا اللي قلنا عليها لها دور لكن الكل اللي هتعمله الأكلات دي مش هتسبب الحاجات دي لا هي هتساعد انها تحصل ساعد! مش تبقى ساعد لذلك احنا بنمنع المريض من الحاجات دي عشان خاطر متزودش حب الشباب عدد ايه المأكلات دي؟ المأكلات اللي فيها بيسموه الاميجا سيكس مش الاميجا سري أو من ضمنها الأكلات السريعة الدهون المصنعة زي الأنشون زي البيرجرر زي الحاجات دي كلها كلها دي فيها الأومي سيكس اللي بتضر حاب شهاب طيب كمان هكمل الحاجات اللي هي الأكلات كمان الشوكولاتة تتبقت علمياً خلاص إنها بتزود حب شهاب فعلاً الألبان كاملة الدسم بيقى فيها حاجات تزود حب شهاب عامل موه حاجات تزود حب شهاب الحلويات عالية السكريات زي البسبوسة زي الجتوات مش منهم الرعيم ما كلش خالص من حيات دي ما يأكل كميات قليلة منها يعني ان حضرك يا دكتور بتتوجد لوقت نصيحة لستادة المشاهدين وتقول لهم الاشخاص او الفئات او الشباب اللي عندهم حب شباب يقللهم من الوجبات يقللهم من الوجبات المشربة بالدهون وعكل الشوكولاتة وحين المياه الغازية صح بك ده دكتور؟ المياه الغازية مناش دور قوي بس يعني بنذكرها من باب الأضرار بتاعتها يعني انها صحهم بتتناول الأكل في البيت يعني الأكل الصحي التناول الأكل الصحي المفيد لهم ايه؟ لا الأكل الصحي المفيد لهم هو الخضروات والفاجة لازم خضروات الصلط الخضروات طازية مش مطبوخة يومية دي فيها بيتامينات وحيات تساعد على تكسير الدول